اشتركوا في القناة في ربوع الوطن مناسبة حلول العيد الوطني المجيد يسرني ان اتقدم بخالص التهاني والتبركات الى قائد المسيرة المضفرة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه والى سمو ولي العهد الامير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء بهذه المناسبة العزيزة على قلبنا جميعا وكذلك التهنئة موصولة الى شعب البحرين الكريم واهنئهم اننا اليوم بهذه المناسبة نستذكر ما تم من انجاز في هذا العهد الزاهر لحضر الصاحب الجلالة ان مشروع الاصلاحي لصاحب الجلالة قد اصبح واقعا على ارض البحرين والانجازات في جميع المجالات اولها الجانب الحقوقي ثانيها الجانب الديمقراطي ثالثها الجانب حقوق الانسان ورابعها الانجازات الاقتصادية في مختلف المجالات واذا اردنا ان نعدد ما تم من انجازات في هذا العهد الزاهر فالانجازات كبيرة وايضا كما قال جلالة الملك ان الايام الاجمل ستأتي ان شاء الله بعد نحن سعداء ان نكون مواطنين على هذه الارض الطيبة وحبان الله بقيادة حكيمة ورشيدة وحكومة يقودها سمو ولي العهد نحو الامام دائما ان شاء الله هذه هي البحرين قيادة وشعبا نحو هدف واضح اتجاه الامام ان ابواب المستقبل مفتوحة للجميع واننا نتواكب مع دول العالم في كل ما يرتقي بهذه البلاد الطيبة الى الامام ان شاء الله اشتركوا في القناة